في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءة الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط تسعة ألاف وتسعمائة واسنتين واربعين قضية تامونية متنوعة من بينها مائة وثمان وثلاثون قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت ثلاثة ألاف وثمانمائة وسبع وخمسين استوانات بوتجاز وضبط خمس عشر قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت مائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة واربعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط تسعة ألاف وثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمانين قضية سلع غذائية وتامونية بمضبوطات وزنت عشرة ألاف ومائتين وخمسة وخمسين طن واربعمائة واثنين وتسعين كيلو سلع غذائية وتامونية متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط مائة وسبعة قضية بمضبوطات بلغت أكثر من ألفين طن سلع غذائية وتامونية متنوعة وواحد وخمسين ألف وستمائة وخمسين وعشرين عبوة زيت طعام كما تم ضبط مائتين وتسعين وثمانين قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من أربعة ألاف طن سلع غذائية وتامونية متنوعة واربعين ألف وستمائة وخمس عشر عبوة زيت طعام وواحد واربعين ألف وسبعمائة وستين قطعة أدوات منزلية وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط مائة وخمسة عشر طن أسمنت وأكثر من أربعمائة طن حديد تسليح إضافة لضبط أكثر من اثنين وخمسين طن أسمنت وخمسة وسبعين طن حديد في مجال بيع مواد بناء بأزيد من السعر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وصارة الداخلية خلال أسبوع سلسمائة واثنين وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسع وخمسين مخالفة مرورية متنوعة من بينها أربعة وستون ألفاً وسلسمائة وسمان وعشرون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سلاسة ألاف وسمانمائة وسبعين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائة وسمانية وثمانين سائقاً منهم كما تم المرور على مائتين واثنين عشر مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد تسعمائة وواحد وعشرين من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية سلاس حالات كما تم فحص ثمانمائة وتسع واربعين مركبة تبين مخالفة أربع عشر مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع خمسمائة وسمان وخمسين سيارة واثنتين وستين دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال مخالفة قائد الدراجات النارية تم ضبط ستة عشر ألفاً واربعمائة وتسع وسمانين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سبعمائة وأربع وثمانين قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع ثلاثة وثمانين ألفاً وخمسمائة وثمان وخمسين قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت سبعة وستين مليون وتسعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع مائتين وثمانين وخمسين قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بإجمالي مضبوطات مائتين وعشر ألفاً وثلاثاً وثلاثين من بينها مائة وسلاس وسبعون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت مائة وستة وتسعين ألفاً وخمسمائة وثمانين وخمسين وحدة فنية متنوعة كما تم ضبط خمس وثمانين قضية في مجال جرائم المضبوطات بمضبوطات بلغت أربعة عشر ألفاً واربعمائة وخمسة وسبعين كتب دراسية خارجية دون الحصول على تفويد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع إحدى وخمسين قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت مائتين وستة عشر مليون ومائة وسبعة وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألف وتسعمائة وست وثمانين قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين ومائة وسبعين مليون وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجال فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة خمسة مليون وتسعمائة وستة وستين ألف ومائة وثمانية جنيها اشتركوا في القناة